بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن يوم عرفة من الأيام العظيمة المباركة التي لها أهميتها ومكانتها في الإسلام فكما قال سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الحج عرفة وهذا يفيد أن أهم وأعظم أركان الحج الوقوف بعرفة طبيعي أن هناك مناسك أخرى غير الوقوف بعرفة الإحرام والطواف والسعي إلى آخر المناسك إلا أن الوقوف بعرفة له أهميته لأنه محدد زماناً ومكاناً أما تحديده زماناً فهو في اليوم التاسع من شهر زلحج فمن وقف قبل ذلك أو بعد ذلك لا يصح وكما أنه محدد زماناً فهو أيضاً محدد مكاناً بهذه البقعة المحددة التي وضع على حدودها المسؤولون علامات تبين أن الواقف داخل هذه العدود هو واقف في عرفة وأن من كان خارجها لم يكن واقفاً بعرفة فمن هنا لما كان الوقوف بعرفة محدد لما كان محدداً زماناً ومحدداً مكاناً كان من الضروري أن يحرص الحاج على أدائه هذا الركن في وقته وفي مكانه لأنه لو ترك وقته لا يصح الحاج لو ترك مكانه لا يصح الحاج يعني مثلاً هناك مناسك أخرى لو تركها الحاج ربما بعضها يكون من النوافل لا يترتب عليه شيء وربما بعضها يكون من الواجبات فلو تركه يجبر بدم يزبح زبيعة تجبر ما فاته إلا الوقوف بعرفة لا غناء عن ولا يجبره شيء لا بد من الوقوف فمن عجل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة كأن الحج هو الوقوف بعرفة كما قال في حديث آخر الدين النصيحة طبعاً الدين إيمان وعقيدة وشريعة وعبادات وصلاة إلى آخره لكن لما كانت النصيحة أهم أعمال ومعالم الدين عبر عن الدين كل بأنه النصيحة كذلك في الحج قال الحج عرفة يوم عرفة يشترك في شعائره ومناسكه والعبادة فيه جميع المسلمين قاطبة الذين يحجون والذين في أوطانهم ولم يحجوا لأن الله شرع صيام يوم عرفة وجعل صيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنة الماضية والآتية كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها طبعا هذا الصيام للمقيمين في أوطانهم لغير الحجاج صيام يوم عرفة لغير الحجاج أما الحجاج فلا يصومون يوم عرفة ولا يشرع لهم صيام يوم عرفة لماذا؟ لأنهم منشغلون بالتلبية والمناسك والاستغفار والذكر والدعاء فلما كانوا منشغلين بعبادات ومناسك مطلوب منهم في هذا اليوم لم يكن لهم صيام يوم عرفة لا يصوم الحاج إنما يصوم المقيم في وطن ولذلك أنا أنصح جميع إخواننا خاصة في هذا العام الذي ربما يكون الحجاج من خارج المملكة الله أعلم ونسأل الله أن يكتب للجميع الحاج يا رب عليهم أن يحرصوا إن لم يحجوا على صيام يوم عرفة أن يكتسبوا فضل هذا اليوم لأن صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده الحجاج واقفون وأنتم هنا صائمون الحجاج يلبون وأنتم هنا تكبرون الحجاج يذبحون هديهم وأنتم هنا تذبحونهم العيد أضحيتكم فمشاركة وجدانية في يوم عرفة الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لبلال أنصط لي الناس فقال أنصطوا لرسول الله فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل وأقرأني من ربي السلام وقال لي بشر أهل الموقف بأني قد غفرت لهم وتحملت عنهم متبعات فقال عمر هذا لنا خاص يا رسول الله أم للناس عامة قال هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة قال كسر خير الله وطام اللهم اكتب لنا ولجميع المشاهدين حج بيتك الحرام وزيارة نبيك عليه الصلاة والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر